اشتركوا في القناة وخلال اللقاء اكد سموه على ان مملكة البحرين باتت تستقطب العديد من كبريات الشركات العالمية وباتت مقرا اقليميا لها الامر الذي يعزز الجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء واهتمامات سموه بان تكون البحرين الموطن المفضل لتلك الشركات بما يعزز مكانة البحرين على خارطة الدول الجاذبة للشركات والاستثمارات العالمية واشار سموه الى ان اتخاذ امازون ويب سيرفيسز للبحرين مركز بيانات الشرق الاوسط سيساهم بصورة كبيرة في زيادة عملية النمو الشاملة في الجانب الاقتصادي وسيعزز مكانة البحرين في مجالات التكنولوجيا والحوسب السحابية واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدخول امازون ضمن برنامج فرص الذي تشرف عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة وحرصها على دعم الشباب البحريني عبر توفير فرص تدريبية لهم في مكاتبها بالبحرين من جانبها اشهدت تيريزا كارلسون باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالاعمال التي تقوم بها امازون في البحرين في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية مشيرة الى ان مملكة البحرين باتت مركزا اقليميا في الشرق الاوسط وسيساهم هذا المركز في تحقيق العديد من الاهداف التي وضعتها الشركة ويعزز موقعها في المنطقة وابدت تيريزا كارلسون سعادتها بان تكون امازون ويب سيرفيسز جزءا اصيلا من برنامج الوطني البحريني فرص وستسعى امازون للعمل مع شركائها في وزارة شؤون الشباب والرياضة من اجل توفير فرص تدريبية للشباب البحريني برنامج بحريني يهدف الى تمكين شباب بصورة اكبر في مختلف المجالات برنامج فرص انطلق ليكون منصة ثبتة ليبدأ الشباب رحلة البحث عن مستقبل افضل عبر عدة مجالات تمثل جزءا اساسيا من بناء مستقبلهم المهني هناك افق واسع لاستفالة الشباب من هذا البرنامج وهناك تعاون ممتاز من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجميع تجار والمستثمرين يرحبون بهذه المبادرة وراح تفتح افاق جديدة للتدريب وتنمية الموارد البشرية على اسس واقعية على اسس عمل ميداني واتاحة مزيد من الفرص للشباب الحقيقة هذه تعتبر مبادرة ممتازة تضاف الى المبادرات السابقة وان شاء الله تسهم في انجاح برامج التوظيف والتأهيل في المملكة البرنامج مبني على شيء اساسي هو نظام الكتروني بيكون عليه معدد ضخم جدا من فرص العمل علشان يسمح لأي شخص أي بحريني أو بحرينية ان تدخل على هذا الجهاز تضغط على الفرصة اللي هي تبغيها فاحنا اللي علينا نفتح البيبان نسمح لهم بالتنافس الشخص الانسب للوظيفة بشكل اللي يتم تقييمه بشكل جدا سلس وجدا واضح او اللي حصل ان شاء الله الوظيفة وبس اللي واجبنا احنا بعدين من بعدها مثل ما نسوي احنا في قطاع الرياضة ذي ان الواحد يتواصل معاهم ويتأكد انهما ينجزون المرحلة الاولى ومن بعدها المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة الى ما نشوفهم ان شاء الله رؤساء شركات في البحرين وفي الخارج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة اطلق البرنامج تأكيدا على ان مملكة البحرين وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تعمل بطريقة واضحة جدا لدعم الشباب ويعطائهم الفرص المثلية التي تحمل بين طياتها العديد من الاهداف النبيلة التي ستؤثر على بناء شخصية الشباب البحريني وتجعله عنصرا فاعلا في عملية التنمية والازدهار في المملكة احنا محظوظين البحرين كلها محظوظة بمبادرة الشيخ ناصر وكاعة هو قريب للشباب واعتقد هذه الشراكة بين الغرفة ومؤسسة الشباب الرياضة ومجلس الأعلى شباب الرياضة ووزارة العمل ومع أمازون اعتقد هذه الشراكة الفعلية التي ستضيف والغرفة سيكون دورها المنصة الفاعلة احنا بحكم اننا عندنا تقريبا 36 ألف عضو فهي عملية وعي انه ترى في مجال كبير للشباب أهداف الخطط الاستراجيجية للمملكة يحملها هذا البرنامج الذي أخذ طريقه في التنفيذ وسيكون للشباب البحريني منصة ثابتة وشاملة لتسهيل الإجراءات في إيجاد الفرص باعتبار الشباب ومشروعاتهم أمل البحرين ومستقبلها المقبل